انا بصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء الموقار كل منها سعادة المهندس كمال بن احمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شون الشباب ورياضة وذلك لحضور الحفلة الذي اقامته سفرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى البحرين بفندق الريتس كارلتون بمناسبة العيد الوطني وذكرى الرابع والستي لثورة الثالث والعشرين من يولو لعام الفين وتسعمائة واثنين وخمسين وقد نقل الوزراء نتهاني وتبركاتي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وتمانية سموه للدولة الشقيقة بمزيد من الضهنة والزهارة وكدعم قومتانة علاقات الاخوة التاريخية التي تربط بين البحرين ومصر وما يجمع بين البلدين من أواصر التعاون المستمر في مختلف المجالات ونوها إلى همية الدور التاريخي الذي تقوم به القاهرة في دعم التعاون العربي بما تشكله مصر من ثقل عربي وقليمي كبير وكدين حرص مملكة البحرين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أفاق أوسع تلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين من جانبها عربت سعادة السفيرة سوها إبراهيم محمد رفعة الفار سفيرة جمهورية مصر العربي عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام ورعاية بكل ما يعزز علاقات الاخوة الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وكدة اهتمام مصر بتطوير جوانب التعاون ثنائي مع البحرين في شتى القطاعات مشيدة بما تشهده المملكة من نهضة وتطور على كافة المستويات شكرا